وإلى أخبار الألعاب الأخرى حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على الالتقاء بفريق الغطس بالنادي زهر اليوم الجمعة بفرع النادي بمدينة نصر لدعمه والشد من أزره قبل المشارقة في بطولة هولندا الودية التي تعد من أكبر البطولات الودية في أوروبا ومن المقرر أن تغادر بعسة الأهلي برئاسة دكتور راني علواني عضو مجلس الإدارة إلى هولندا يوم الواحد والسلسين من شهر يناير الجاري على أن تكون العودة في شهر ستة من شهر فبراير المقبل حيث تقوم فعاليات البطولة من يوم اثنين إلى خمسة من الشهر ذات ويشارك الآل في بطولة هولندا بأربع لعبين وهم أحمد يحيا وزياد يسري ويوسف المغربي وزياد المرسي وأربع لعبات هن مهى محمد عبد السلام وهنا هاني وملك حازم وشهد أيمن فيما يضم الجهاز الفني وإلعزة ترئيس جهاز ألعاب الماء وطارق الصغير مدير جهاز الغطس والبلي الماء موسيقى قررت اللجنة العالية المنظمة لبطولتين أفريقيا للقرة الطيرة بالأهلي برئاسة المهندس محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة تجهيز طريق طب متكامل لتقديم خدمات طبية مميزة أثناء البطولتين حيث تقام بطولة السيدات خلال الفترة من 15 إلى 25 مارس المقبل أما بطولة الرجال فتقام خلال الفترة من 25 مارس وحتى 6 من شهر إبريل المقبل وأكد الدكتورة طارق النيداني رئيس اللجنة الطبية بالبطولتين أن اللجنة المنظمة قررت توفير فريق طبي مكون من خمس أطباء إلى جانب توفير عدد من سيارات الإسعافة المجهزة بأحدث المعدات الطبية لتكون في خدمة البطولتين يؤدي المنتخب الوطني لكرة اليد تدريباته استعداداً لمباراة تتونس في نهاية البطولة الأفريقية لكرة اليد والمقامة حالياً في الجابون وكان المنتخب الوطني كتأهل للمباراة النهائية عقب الفوز على المنتخب المغربي الشقيق بنتيجة 31-19 للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن خالد العوضي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بأسة المنتخب كابتن خالد أهلاً بيك ومبروك الفوز على المغرب والنتائج الرائعة للمنتخب في هذه البطولة والتأهل للفاينال لمواجهة المنتخب التونسي محمد الله يبارك فيك والحمد للإن ربنا أعطينا وقدمنا يعني في الهترع بسيطة مبوريات الحمد لله الحمد لله كله مفوز وقدرنا من خلال سيطة مبوريات سيطة مبوريات ندعيها اللي كافت عالم أولاً للدلمارك عشر ساعة وصارة الحمد للإن رسمياً والتربس التاني اللي نتمنى إن شاء الله بإذنك يا رب هو الفاينال أو إحتواص بلقب البطولة إن شاء الله لإنها عبدوك بإذن الله مع المنتخب التونسي الشخيف منتخب قوي منتخب كبير منتخب لي بطولاته ولي دولاته وفي نفسه طبعاً منتخب نفسي منتخب يعني صاحب تريش كبير سكورة الرياضة الأفريقية المؤبورة بكربورة مش تهلة مبارات المساستوليدة اليومي الحمد لله إن كابتن مرون رجب أتمي الاسترداد على أكمل وجهة صراحة للمبارات عنده كل التحديد السنية من سنة المهانس محمد إمام ومن سنة كل جهاز السنية معهم فيه بيتابع القصة بيوعد مع الفريق أو المنتخب بيوعد معاه ويشوف كل النقاط الطعف والقوة في المنتخب التونسي بيواجه إيهم الأعالين والحمد لله إن شايف إنه بعضين تأتي الترتيب العالي في نهاية نفسه عالية عبدهم حماش وروف المكتب إن شاء الله وإن شاء الله ربنا بإذن الله كده يتمنا بإذن الله في المقابلة بإذن الله ونحتفظ بكثة وفقية ودعا كل تنمياتي إن شاء الله بشعب نص بإذن الله ونقدر نترخم بإذن الله في أول سنة جديدة بشكل تنظر طيب كابتن خالد محتاجين نتطمم منك أكتر عن الفريق يعني هل الفريق الحمد لله كامل العدد مفيش غيابات إصابات خلال المباراة الأخيرة بالإضافة إلى مستوى البطولة المستوى الفني خلال المباراة الأخيرة عيساعد الفريق نوي أدي كمان مباراة كبيرة في النهائي أمام تونس أو مباراة الفينال لها وضع مختلف أكيد رقم بإذن الله الحمد لله نطمم كل الناس على العيبة كل عيبهم انتخلوا مصر الحمد لله الحمد لله وعلى كدامات لأبعض العديد لكن الحمد لله مستحق الحمد لله رقم 1 رقم 2 نقول أن مباراة بكرة يعني مباراة بطولة 6 مباراة اللي فاتوا هم 6 مباراة كانوا عديا بالمباراة المهاردة تعرف بطول أفريقيا دائماً مصر وطونس على المقدمة وهي اللي بتكون موجودة في نهاية أغلب الأوقات فالحمد لله أن أحداث طوائف مثلها تقدمت مستوى من مباراة المباراة وكان واضح ده بالنسبة المغرب بالأخص أول مباراة أن أعتقد خمس أهداف فارغ بلس مخلصين مباراة نشر هدف فارغ فأعتقد أن المنتخب طلع مستوى من مباراة المباراة إن شاء الله بإذن الله يؤدي مباراة كبيرة مباراة قوية مش ألقانين من الإجهار مش ألقانين من أي حاجة إن شاء الله بس نصب من ربنا كل التوفيق كل الناس التي تدعي من تحب مصر بإذن الله يحتفظ بفاس المطورة وبإذن الله بإذن الله العيبة دي فجالة لما فعلا شارفين مصر ست مباراة على أكمل وجه إن شاء الله بإذن الله يؤدي أكرا كأدية بحماس وروح والفريق المصري وبإذن الله بإذن الله ربنا يكرمنا بإذن الله ونحتفظ بإذن الله طيب كابتن خالد الحالة المعنوية يعني اللاعبين حالتهم المعنوية عاملة إزاي في الفترة الحالية وبالتأكيد هناك شد ومؤذرة من خلالك ومن خلال أيضا الاتحاد والجالية المصرية كمان يعني قدامنا بعض اللقاطات ممكن شايفين بعض الجاليات العربية في المباراة قدام مباراة مصر ومغرب لكن الجالية المصرية برضو محتاجين نتطمن منك متواجدة في الاستاذ متواجدة في العاصمة الجابونية لبرافيل بشكل كويس وحالة اللاعبين المعنوية واستعدادهم الحالة المعنوية بالنسبة للعليم كان مرتفعة جدا من الحالة للعليم المرتفعة جدا يعني بصد تراسيات تطبيقية مع دكتور مدون رجل لكن أنا شايف من العبين متحققين من وراء متحققين لفايلة بطفاقية متحققين ومتحققين انت عارف نحفل الأصيص هو المبارات مرس وطونس هو المحفل الأكبر في أفريقية بسريق وغير القائد بسريق وهو يقعد يتسلم مع كل لعبته ووضح عليهم الحالة معنوية مرتفعة جدا 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 ونسبة للجرية المصرية جرية المصرية الموجودة هنا قليلة جدا لكن نقول لهم حوالي مثلا خمستاشر واحد داخل صراحة دايما متواجدين ونشكر السفارة المصرية محمد وهي الأهم الصراحة اللي هي مصادقة معنا تقريبا 24 ساعة مغسلة في السفير أحمد بكر وكل رجالة السفارة المصرية يعني الناس مش دايما معنا ودايما في كل خطوة معنا وأي خدمات بسرافة شكرا جدا وكل المقشاط اللي على طول معنا بساطين جواء أرض الملعب معهم التشبيع معهم علام مصر بشكاعة المصريين الحمد لله الحمد لله يعني أحسن حاجة هنا موجودة إن شاء الله بذلنا نفرحهم ونفرح الشعب طبعا حاجة أخيرا كل الدعم المهم شكرا العزيز اللي بدينا كل يعني صواحنا ومساء أنت ديش ناس ويخلع البعثة ومتابع البعثة أخبار البعثة بكلها طول طول بذكروا كده كده مع الدعم يا رب نقص بس يعني كده يعني كده عبركم معنا وإن شاء الله بإذن الله يعني كده مكسب حليصنا بإذن الله ونفرح المكسب بطرح كل الناس بإذن الله بإذن الله بإذن الله بطولة أفريقية يا رب يعني كده عم يا رب بإذن الله كل التوفيق ليكو لكن سؤال أخير كابتن خالد المباراة النهائية من المنتخب التونسي هذا العام في البطولة الأفريقية هل تختلف عن المباراة العام الماضي نهائي العام الماضي المنتخب التونسي تغير ولا نفس الصفوف زي المنتخب الوطني بص أحكيد أحكيد أن المؤمن نهاردة مختلفة هي دقيقات حفظ المنتخب التونسي كتيرة بحكم أن هم عندهم بطولة أفريقية كعشرين عشرين هم بيعدوا لما كنتوا في معايش تحاري التونسي لأنه هو بيعدي كيلة عشرين عشرين عشان يفوز بقرب جوه أرضه لما بطولة تكون مجودة جوه أرضك بتعدها بيها بشوية هو بيعد العدة تماما للموضوع ده لأن بطولة بيها تكون موهلة مش لكافي العالم بس تكون موهلة اللي هم كين إن شاء الله بإذن الله الاختلاف الموجود إن شاء الله سببات العديد المنتخب مصر تقدر تخلي المشهد مختلف وعرض الملعب بإذن الله بس التوفية محمد وعند ربنا وبإذن الله نكون على بإذن الله على أكمل وضع وإن شاء الله ربنا حالينا المراد وربنا يدينا بإذن الله إن شاء الله موفقين ودائما كنت تنخلد العودة والشك حلو على المنتخب وكما كنت خلال الفترات السابقة أيضا مع النادي الأهل رجعت بالعديد من البطلات والكوس وننتظرك بإذن الله على سلم الطيارة وانتوا راجعين من الجابون ومعاكو كاس أفريقيا كما دايما عودتونا في لعبة كرة اليد في مصر شكرا جزيلا لك